اشتركوا في القناة دكتور هاني راشد مدير عام مستشفى معهد ناصر يمكن بتبقى اهمية المؤتمرات اللي زي اللي بتنعقد النهاردة هي التوعية واول خطوة بنعمل التوعية للاطباء والتمريد والعملين بالمستشفيات وده تمهيدا ان يبقى فيه توعية لكل الشعب المصفي لان ده هيفق معهم كثير جدا في صحتهم بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا عندنا مرضى الغلطات الحد المريض اللي هو بيجيله غلطة في القلب هذا المريض لو يعرف انه هو في خلال 90 دقيقة في انه بداية حدوث القلم هذا الشيء سوف يفق معه في عمله في صحته في كل حاجة ان احنا لو قمنا بفتح الشبيان لو هو توجه في خلال 90 دقيقة دول للمستشفى وتم عمل اصطر لفتح الشبيان هيفجع القلب عضلة القلب طبيعية تماما طبعا المريض اللي بيجيله قلم في السيدرون ممكن يكون بسبب امراض قلب او انسداد في الشريان التاجية ومفروض ان الدوات بيبقاله علاج سريع لفتح الشريان علشان العضلة لما الغذاء اللي يصلها والاكسوجين اللي مفروض يصلها عن طريق شريان القلب ينقطع منها ده بيقدي الى موت العضلة وتلايفها طبعا التلايف يعني النسيج التلايفي دوت او الليفي ما بيشتغلش كويس زي العضلة اللي هي لحمية فطبعا عضلة القلب كفائتها بتقل انا لما انا بسرعة اتدخل باسطرة عجلة PCI علشان افتح الشريان دوت في زمن يعني بعد حدوث القلم بفترة صغيرة جدا انا كده بنقذ العضلة ديت بنسبة مثلا 80% 100% حسب المدة حضر اليوم اطباء وفرق تمريد ومسافون من مستشفى معهد ناصر ومن معهد القلب القومي ومن جماعة عين شمس والقصر العيني ومستشفى شبرى العام ومن بعض المستشفيات التي تقع في نطاق المعهد هو جلطات القلب ده من اكتر الامراض المنتشرة في مصر الايام دي وهو اكبر مسبب للوفيات في مصر اكبر نسبة مسبب للوفيات في مصر طبعا اسبابها السجائر الضغط السكر الحياة بصف عامة التعب المشاغل الكلام ده كلها والمريض المصري بيجي له واجع في صدره ما بيفكرش ان هو ده جلطة قلب يقولك ده شوية برد وهتعدي وكذا فاحنا لازم نفهم المريض باسباب بتاعت الجلطات واعراضها ولما تجي له الاعراض دي يتوجه على فين لان احنا برضو بنشوف العيان بيروح يقولك ده برد بيروح للصيداء اللي بيدي له علاجه خلاص لكن هو لازم يعرف المريض يجبع عنده علم بأعراض أمراض القلب ولما يجي له الاعراض دي يعمل ايه بالزبط احنا النهار دا استفدنا هم حاجة في العلاج بتاعها عنصر الوقت كل يعني اول ما يجي قلم لحد يعني بيحس قلم في صدره لازم اول حاجة يتصب ب137 عشان الاسعيف يجي له والاسعيف لازم ياخدوا الاقرب مستشفى ويستحسن يبقى مستشفى بتعمل اصطرة او فيها قسمة اصطرة علشان ما ياخدش وقت كبير عقبال ما ما يروح لمستشفى تاني في اصطرة واحنا عارفين طبعا الزحمة هنا فاول حاجة لازم ياخد بالها منه الوقت وازاي يتوجه للمستشفى الصح اللي فيها اصاطر وفيها رعاية مركزة كويس يهدف اليوم العلمي لعرض التوصيات العالمية الخاصة بمريض جلطة القلب الحادة وعرض مشروع انشاء شبكة بين المستشفيات المقدمة لخدمة مريض جلطة القلب وكيفية استقبال مريض القلطة في الطوارئ وتقديم خدمة القسطرة الاولية ودعامة الحياة تخصص امراض القلب من اهم التخصصات في مستشفياتنا المصرية وجلطات القلب رغم اهميتها الا انها بتبدأ بقلم بسيط جدا مستشفى معهد ناصر بتعمل النهاردة يوم علمي مهم جدا للاطباء الشباب علشان توعيهم وتعرفهم على احدث التطورات العلمية في المجال ده حوالين العالم كله من مستشفى معهد ناصر فريد ادوار سي تي في